اليوم العالم القوى التي تفضلت فيها كما يقرأها الإعلام وكما نشاهدها بغض النظر أنت أعتبرها واقع أنا أعتبرها أوهام يتقاسم اليوم هذه القوى الدولية سيدي الكريم الوقوف إلى الجانب الإسرائيلي ولا إلى الجانب الإيراني يريدون اليوم قلت لك سائل قابل بشوي تصريحات السيد شائلنبيرغ وغيره طبعا من المعنيين السياسيين الأوروبيين يعني صراحة يتعامل مع إيران على أنها دولة عظمة ودولة ودولة فعليا لها قوى وهي عبارة عن صواريخ فاضية سيدي الكريم لا تمتلك رؤوس وتفجرة ولكن لماذا يتعامل معها لا إيران قوى عسكرية يا سيدي الله يخبرك لا قوى عسكرية هي قوة ميليشيات لا يوجد جيش لا يوجد أسلحة حقيقية اليوم الـ F-35 طائرة واحدة قادرة على إسقاط النظام الإيراني طائرة واحدة تعرف شوني طائرة واحدة قادرة على إسقاط النظام الإيراني بصواريخ محددة موجهة تصل لكافة المراكز القيادية والسيادية في النظام الإيراني أي قوة يا سيدي أي قوة هذا الشو هذا الشو اللي بنشوفه على الجزيرة وغيرها من الإعلام لا بس التعليلات بدول برضو أنهما قوة نووية لا ما عنده قوة نووية لسه مين بيستخدم قوة نووية اليوم مين بدي يستخدم لا لا يخي ردع ردع بس يا أخي هذا اللي بيحكي بالنووي اليوم هذا فقط بضر نفسه أبل ما يضر غيره مين تضرب نووي اليوم إذا إيران إذا إيران بتضرب نووي طبعا ما عنده نووي إيران لم تنتالك النووي ولن يسمح لها أن تنتالك النووي لبقى أي حال للأحوال إيران بتضرب النووي بتضر نفسه أبل ما تضر هذا إسرائيل ما فينا ما فينا هذا كلام فاضي هذا بس هذا ردع ردع سلاح ردع فشو كان السؤال فبالتالي يا سيد الكريم عندما نرى عندما نرى أن هذه الدول ما فيها النمسا وغيرها تتعامل مع إيران على أنها قوة عظمة وعلى أنها قوة استقرار هذا كلام صحيح من منظورهم لأنها ترعى مصالحهم التي هي فعليا مصالح إسرائيل نفسها في سوريا في العراق في لبنان في اليمن في غزة فيا سيد الكريم هذا ما يقال على الأعلام شيء والواقع شيء آخر أبدا شايف سيد الكريم أنا بس مشان أنهي بي دقيقة إسرائيل اليوم أثبتت أنها دولة فاشلة إسرائيل عندما سكتت على هذا العدوان الإيراني الإرهابي أنا أصر على أنه عدوان إيراني إرهابي على إسرائيل أثبتت إسرائيل أنها هي دولة فاشلة دولة ليس لها قرار قرارها فقط قرارها فقط عندما قاموا الفلسطينيين الذين هم المعنيين بغض النظر اتفقنا واختلفنا مع حماس على فكرة هم المعنيين فعليا بالأرض الفلسطينية بعد أن سلبت بيوتهم وديارهم من 48 وأنت جاي إسرائيل أثبتت أنها دولة فاشلة ولا تجرؤ إلا على الفلسطيني لوحده وأثبتت أنها دولة هزيلة وليس لها أي قرار أي قرار خارج حدودها التي رسمت لها يمكن يكون لك رأي تاني بعد كده بس عايزة عارب برضو بما أننا جبنا موقع في إسرائيل الأردن كانت فيه هناك انتقادات من بعض القوى السياسية لما الأردن طلعت قوات الدفاع الجوي عشان برضو تعمل عملية إبطال للمسيرات هل موضوع الانتقادات الموجه للأردن ده على وجه حق أم أن الأردن كانت بتحمي سماءها بالعكس أنا أحيي الأردن أحيي الملك الأردوي بصراحة على هذا الموقف نعم كان يجب أن يقوم بهذا العمل لأنه يوجد قوات معادية أو أسلحة أو طائرة معادية تعبر السماء الأردني فكان لابد من إسقاطها بأي حال للأحوال والذي يراها أن هي أن هي للدفاع عن إسرائيل هذا كلام فاضي صراحة والأردن والأردن اليوم والأردن اليوم صحيح أنا أختلف في بعض المواقف مع السياسة الأردنية ولكن اليوم ليست معنية بالدفاع عن 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 فلسطين من منظور حماس ولكن هي الأردن في نفس الوقت خامس في إسقاط إسقاط الأطنان من المساعدات صراحة اللي شفناها كل آياتنا فوق سماء غزة لغاستنا الغزة